مع تسليم رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي استقالته الخطية الى الرئيس اللبناني ميشيل سليمان احتشد مناصرون لميقاتي عند ساحة عبد الحميد كرامي في مدينة طرابلس شمالي لبنان تضامنا معه في غضون ذلك قبل الرئيس ميشيل سليمان الاستقالة وكلف حكومة ميقاتي بتصريف الاعمال ريثما يتم اختيار رئيس حكومة جديد رئيس الحكومة اللبنانية تقدم باستقالته بعد ان قال ان المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان في الوقت الراهن تستوجب تشكيل حكومة انقاذ وطني مبينا ان مواضيع عدة تشهدها الساحة الداخلية دفعته الى تقديم استقالة حكومته لقد راودتني الاستقالة مرتين مرة حين عقدت العزم على تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ومرة لحظة استشهاد اللواء المرحوم وسام الحسن وفي المرتين اقتضت مصلحة لبنان علينا الاستمرار في تحمل المسئولية التي تنوء عن حملها الجبال فالمنطقة تنحدر نحو المجهول والحرائق الاقليمية تصيبنا بحميمها والانقسامات الداخلية تترك جراحا عميقة والضغوط الاقتصادية والحياتية تتزايد من كل حد وصوت اما اليوم فاني اعلن استقالة الحكومة علها باذن الله تشكل مدخلا وحيدا لتتحمل الكتل السياسية الاساسية في لبنان مسئوليتها وتعود الى الطلاق من اجل اخراج لبنان من نفق المجهول من جهتها رحبت المعارضة اللبنانية باستقالة ميقاتي معتبرة انها جاءت متأخرة لكنها تفتح المجال امام انطلاق حوار وطني بين مختلف التيارات السياسية جدير بالذكر ان رئيس الوزراء المستقيل عين رئيسا للوزراء في عام 2011 بعد ان اسقط حزب الله وحلفائه حكومة الوحدة الوطنية التي كان يقودها سعد الحريري وفي ظل الاخطار التي يواجهها لبنان في الوقت الراهن وعلى رأسها الظروف الامنية بعد عودة التوتر والعنف اخيرا الى طرابلس وبيروت وغيرها من المناطق وهو ما دفع بمراقبين للشأن اللبناني التأكيد على ضرورة ايجاد خليفة لميقاتي وتشكيل الحكومة المقبلة بالسرعة الممكنة من اجل تفادي حالة الفراغ السياسي التي يمكن ان تسود الساحة اللبنانية اشتركوا في القناة